أهلا بكم في أعلى الهرم السياسي الإسرائيلي فاسدون مثقلون بقضايا لاحقتهم وأجبرتهم على التنحي عن مناصبهم أو زجت بهم في السجن أحيانا أخرى كما حصل مع عزر فيسمن الذي أجبر على التنحي من منصبه كرئيس لإسرائيل عام 2000 إثر فضيحة فساد لاحقته أو مع موشي كاتساف رئيس الإسرائيلي الذي أدين عام 2010 بارتكاب جرائم اغتصاب وتحرش جنسي وحكم عليه بالسجن سبع سنوات قبل أطلاق سراحه في ديسمبر عام 2016 كما لاحقت قضايا فساد مالي أريد رعي مؤسسي حزبي شاس الديني الذي أنضى ثلاث سنوات في السجن وعاد بعدها إلى الحياة السياسية وهو الآن وزير للداخلية ووزير العمل والصحة الأسبق من حزبي شاس أيضا شلومو بن أزري الذي قضى أربعة أعوام في السجن بتهمة الرشوة والاختلاس اتهامات الفساد لاحقت كذلك أرييل شارون رئيس الوزراء الإسرائيلي في الفترة من 2001 حتى 2005 وخضع الرجل لتحقيق مدة ثلاث سنوات أما إيهود أولمرت الذي تولى رئاسة الحكومة الإسرائيلية بين 2006 و2009 فقد خضع لأول محاكمة تطال رئيس وزراء وحكم بالسجن ست سنوات خفضت لاحقا إلى عام ونصف إذ دخل السجن في شباط فبراير من العام 2016 وخرج منه في تموز يوليو 2017 أفكدور لبرمن الذي شغل منصب وزير الأمن الإسرائيلي تعرض للاستجواب المتكرر للاشتباه في ضلوعه في غسل الأموال والاحتيال وخيانة الأمانة وأخيرا هناك بن يمين نتنياهو الذي يتولى رئاسة الوزراء ويخضى لتحقيقين جنائيين بتهمة الرشوة وخيانة الأمانة تتعلق القضية الأولى بالانتفاع من رجال أعمال فيما تتعلق الثانية باتفاق إعلامي مشبوه مع صحيفة يديعوت أحرانوت